قبل الاخيرة. آآ راح نحكي فيه عن آآ اضطرابات القلق. آآ وان شاء الله راح يكون في عنا محاضرة. ازا احببتو اني يكون محاضرة خلال الاسبوع التانية والاخيرة. انا ما عندي مش كليم. ما بعرف ازا في امكانية نعطيكم المحاضرة مثلا. آآ يعني ازا اتفعنا على موعد نعطيها قبل الساعة وحدة. ما بعرف ولا عندكم الارتباطات او شي. يعني مسلا يوم الاربعة الساعة مسلا اتناعش. مناسب ساعة اتناعش ظهرهم طبعا. مناسب ولا للمحاضرات حكما انت تكون مسائية. ما بعرف ازا حدا ممكن يجاوبني. آسيا شو رأيك? حكما انتم يكون قبل الاربعة ازا في عندك مجال? قبل الاربعة يعني اه 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 امت يعني مسلا انتم امت مناسب عنكم. يعني مناسب لكم اكتر شي امت. انتم هاليوم انا مقرأ وبعد بكرة. لان فحصنا السببات كتير عم اضغط. فحصكون اشو السببات العملي اصدق? ولا انتم ما عدت كون عملي? انتم عدت كون بس اه. اه? نظري. نظري. نظري طيب ماشي. اه. راح اشوف. وزا في امكانية اليومين راح اخبرك. انا والله مضغوط. يعني اه. اخصوصي اخر الشهر بظل هيك اش فيه نواقص لازم واحي يستكمله. اه يعني تأثير بالنسبة للدوام عندي. بس راح اشوف ازا فيه امكانية. راح نضل على تواصل لنشوف بركزها اليومين نقدر نعطيكم المحاضرة الاخيرة. ممكن تكون هي بالاصل ما يطويدة. لاني راح تحكي بس اضطراب واحد. هو الوسواس القريق. طيب ماشي. اه مباشر من حضرتنا اليوم. اه من حضرتنا اليوم هي اه او ما يسمى بالطرابات القلق. الاطرابات القلق ليش محاضرة مهمة لان هي اشعة للطرابات. اشعة للطرابات النفسية على الاطلاق هي اطرابات القلق. ويقدر نسبتها من عشرة اه اه حتى الخمسة وعشرين بالمية. يعني او من خمسة عشر لحتى العشرين بالمية. اه يعني اه وبقولك اني هاي الارقام هي اكبر من هيك بكتير. ممكن توصل لحتى الاربعين بالمية. الاربعين بالمية من نسبة المرضى البراجعوا اه العيادات الداخلية والعيادات العامة. اني عندون اضطراب نفسي واشعة للطرابات النفسية على الاطلاق والطرابات مثل وانا. ليش هي اشعة للطرابات النفسية لاني الاضطرابات القلق اه اه هي مظلة كبيرة بتحوي تحت اه طبعا حسب تصنيف الدي اس ام انه هو الدليل التشخيصي والاحصائي الاميركي. النسخة او الادكشن او الاصدار الخامس. هو طبعا احداث اصدار. الاصدار الخامس بتضم تحت هاي المظلة اطرابات القلق بتضم اطراب القلق المعمم او ما يسمى بالجي اي دي او جناليزد ان اكزايتي دي سوردر. بتضم تحت اه بنيك دي سوردر. بتضم تحت اطراب قلق انفصال بالضم تحت كل الرهابات سواء كان العقار كلا الفوبيا سواء كان العقار والاشالاب والشيال الفوبيا او ما يسمى بالرهاب الاجتماعي والرهاب الساعة والرهاب النوعي. هلأ كان اه سابقا اه كمان الطرابات القلق الضم تحت الأو سي دي أو ما يسمى الطراب الوسواس القهري بس صار بالديسم فايف أخذ يعني أخذ قتقري لحاله أو أخذ عمقود لحاله وتصنيف لحاله وكان الضم كمان السوماتيك سايكو سوماتيك ديس أوردر أو ما يسمى الطرابات الجسدية كمان أخذ راح لحاله أو صنف لحاله والاضطرابات المرتبطة بالترومة أو ما يسمى بالصدمة كمان راح لحاله فحاليا حسب الديسم فايف طبعا هذا التصنيف وهم يعني ركزوا على التصنيف لأنه ممكن مثل ما أنا يكون سؤال يعني شو سؤال بيجيكي مثلا كل ما يلي من الاضطرابات القلق حسب الديسم فايف ممكن نحط نحن من ضمن الأو سي دي الأو سي دي طبعا أنه ما هو ضمن التصنيف أو ممكن نحط مثلا بي تي اس دي مسلا من ضمن الخيارات قلنا هي موجودة ضمن تصنيفات القلق حسب الديسم فايف فهذا ممكن نكون سؤال أني التصنيف الديسم فايف قلنا أني التصنيف اللي بتضم تحت القلق فحكينا أني القلق هو من أشياء للطرابات النفسية القلق هو أكثر عند الإناس من الزكور بطبيعة الأحوال للإناس أكثر إصابة من الزكور بقول لك ليش لأن الزكور هللي عندهم بلجأوا الوسائل تفريغ أكثر من النساء وبشرحوا انفعالاته نفروا أكثر من النساء يعني مثلا زكور في حال وخصوصي في مجتمعنا في حال موضوع الضغوط أو تعرضوا لضغوط أو عنده وسائل تفريغ كثيرة ممكن يروح يطلع بالبيت ممكن يسهر ممكن يروح مع أصدقاؤهم وممكن يحضر مثلا مناسبة اجتماعية بينما بتشوفوا انحلي موضوع للنساء وخصوصي في مجتمعنا ان النساء البيت والولاد والشغل البيت وما بتطلع ما بصير تطلع إلا بإذن وممكن يكون جوزة شوي قاسي أو اني حتى عند أهلها ما يبعتها ممكن يكون بيناتهم شارع أو كم بيت بس ما يبعتها حتى عند أهلها ما يبعتها وما بصير تطلع إلا بإذن وما بصير تروح إلا بإذن وما بصير تستقبل حدا إلا بإذن وإلى آخره فبتشوفوا أن النساء للطرابات القلق فهي أشياء أكثر موضوع شيوعا عند الإناص الآن إذا جئنا للأسباب للطرابات أو الطرابات القلق مثل ما أن الأسباب الأمراض النفسية اللي هي مثل ما أن الأمراض النفسية هي متعددة العوامل الجينات يعني اللي ما في عندي سبب واحد ممكن هو يسبب للطراب النفسي فكل الأمراض النفسية تلعب بعد أعوامل كثيرة أو أكثر من العامل بلعبوا دور في إحداث المرض النفسي مثل ما أن العوامل الجينيتك أو عوامل المراسة بتلعب دور كبير العوامل الكيميائية الحيوية بتلعب دور العوامل البيئية أو العوامل المحيطية أو الظروف المحيطية بتلعب دور العوامل أو طبيعة الشخصية طبيعة الشخصية يعني بتعرفوا الناس بختلفوا من شخص الى اخر كل واحد عنده صفات شخصية ممكن تكون مختلفة عن الشخص الاخر طبيعة الثقافة طبيعة المجتمع كلها موضوع بتلعب دور في اسباب القلق الشداد طبعا الستريس ممكن مثل ما اني الستريس او الشداد ان هي بالنسبة لكل الاضطرابات النفسية ممكن هي تكون العامل المطلق او الشرارة المطلقة للاضطراب النفسي يعني ما والشدة هي سبب الاضطراب النفسي يعني مثلا بقولوا والله مثلا اني هي لاني رسبت بالفحص صار معا اضطراب قلق او صار معا كياب او حتى صار معا فصام او لاني اتعرض للاعتقال او التعذيب صار معا مثل ما عنا فصام او صار معا اكتئاب او او الى اخرى او لاني خسرت خسارة ما او خسر خسارة مادية كبيرة فهو اني صار معا في صام لا الشداد عموما يعني الشداد او استريس هي العامل المطلق يعني مثل ما عنا اللي المرض النفسي ما بصير بدون تربة او ارض خصبة لحتى يعني ارض خصبة او مهيئة لاني يصير الشخص عنده التراب نفسي يعني ديكون هو الشخص يورس الاستعداد تمام اه اه فبيجينا عامل الشدة او الضغط او شو ما كان اللي بالظروف الضغطة اللي بتعرض لموضوع الانسان تمام فممكن تطالع هذا الاستعداد او تطالع هذا المرض النفسي الهلا بالنسبة للوراسة وهذا التسنسل كتير مهم وممكن كمان يكون سؤال ان يرتب الاضطرابات النفسية من حيث الاستعداد الوراسي اه من الاقل او من الاكتر للاقل او من الاقل للاكتر اللي هاي الترتيبة هذا الترتيب مهم ممكن يكون كمان سؤال اللي الاكتر شيء يعني التصاقهم بالوراسة هو الفصام الوجداني بعدين يليه سناء الخطب بيليه الفصام يليه الاكتئاب يليه الوسواس اخر شيء هو الترابات القلق فبتشوفوا اني الترابات القلق اللي حكينا عنها اللي صنفناها حسب ديسم فايف اني الترابات القلق هي ابعد ما يكون عن الوجينيتك عن الوراسة يعني الوراسة دور الوراسة في الترابات القلق هو دور ضعيف مقارنة بالاضطرابات النفسية بالاضطرابات النفسية التانية يعني اللي اضطرابات القلق اللي العامل الوراسي هو دور ضعيف يوجد له دور لكن دوره ضعيف أو اضطرابات القلق بلعب فيها العوامل الثانية تلعب فيها دور أكبر من العامل الوراسي فمعناته أن إذا قمنا أني ممكن يكون سؤال أني شو هي أشد الاضطرابات ما هي أشد الاضطرابات النفسية مثلا التصاق بالوراسي أو بلعب فيها الاستعداد الوراسي إذا حطينا خيارات حطينا مثلا وسواس قهرية حطينا اضطراب الهلع حطينا الرهاب الاجتماعي حطينا قلق الانفصال شو بتحط لازم تختار تختار مثلا لازم تختار اضطراب سناي القطب حسب الموجود عندك يعني هاي الترتيبة بالنسبة للإستعداد الوراسي لازم تكون في بالك أنه من الأشد للأقل للأقل ومثل ما أنا الطرابات القلق هي بتلعب العوامل الوراسية بتلعب دور كتير أو هي كتير ضعيف بالنسبة للوراسي هلأ بالنسبة للنواقل العصبية بتعرفوا هي أحدث النظريات اللي بتفسر الأمراض النفسية هي الاضطراب بالنواقل هي الاضطراب بالنواقل العصبية بنشوف أن القلق والاكتئاب القلق والاكتئاب هدول دائماً ماشي مع بعضهم بقول لك 60% من حالات موضوع الاكتئاب شخص عنده اكتئاب بشوف عنده قلق أو يرافقه قلق والعكس وبالعكس أنه كمان 60% من المرضى اضطرابات القلق بنشوف عندهم ديبرشن أو بحققه معايير الاكتئاب وهلأ شوفوا إذا نحن لازلين لما نستعرض الأعراض الأعراض موضوع القلق أو شو سيمتومز الأعراض الموجودة أو بعاني بنا مريض القلق بتشوفي أن الأمور أحياناً متلتبس علينا هل هاي الأعراض تمشي مع اضطراب قلق أم الأعراض تمشي مع اكتئاب أم اللي يا أخي أنا عباشوف أعراض اكتئاب وعباشوف أعراض قلق عند نفس المريض وهي بسموه اللي ممكن نحن نسميه اضطراب القلق الاكتئابي المختلط أو ميكسد يعني أنا بشوف عند هذا المريض أعراض قلق وبشوف عنده أعراض مزاجية أو أعراض اكتئاب وأنا ما عبادر بحدد اللي هو قلق والاكتئاب تمام أو ما في الصورة سريرية أو الأعراض تضغى يعني وحدة على التانية فممكن حتى أنا أقول في عندي نوع من أنواع الاضطرابات اسمه اضطراب القلق الاكتئابي المختلط شو هن النواق العصبية أن القلق والاكتئاب هدول دائما ماشيين مع بعضهم والنواق العصبية أو Neurotransmitters اللي مسؤولي هي بشكل أساسي عندنا السيروتونين والنورادرينالين السيروتونين والنورادرينالين السيروتونين والنورادرينالين اللي هن اتنانتهم بنقصوا في الاكتئاب وفي القلق لكن الاختلاف إيمة بصير قلق وإيمة بصير اكتئاب هو حسب المكان بالدماغ أو بالجملة العصبية الموضوع المركزي اللي بصير فيه الخلل اللي بصير فيه موضوع الخلل اللي هو بصير فيه عندي إما اكتئاب أو إما قلق هلا بالنسبة للأماكن اللي بالطرب فيها هاي النواق العصبية بالقلق وبقول لك أكتر شي هو باللمبيك سيستم أو ما يسمى بالجهاز اللمبي أو الحوفي وفيه عننا الصفح الأنسي للفص الصضغي وفيه عننا الفرونتال لوب أو ما يسمى كورتكس فرونتال لوب أو ما يسمى القشرة المخية في الفص موضوع الجبهي في الفص الجبهي فمعنات شو النواق العصبية والنيورو ترانسميترز اللي بتكون فيه خلل في الانكزايتي أنه هي السيروتونين والنورادرينالين هي والاكتئاب بس الاختلاف مثل ما أنه هو في المكان أقول ممكن أنه فيه كمان خلل في مستقبلات الجابة اللي الخلل فيه هو المسؤول عن الأعراض موضوع الجسدية اللي بترافق القلق فالخلل فيه مستقبلات جابة أو في الناقل أو نيرو ترانسميترز هو الجابة فهو اللي بساوي ليه مثل ما أنه هو بكون مسؤول على الأعراض الجسدية اللي بترافق موضوع القلق هلأ فيه النظريات النفسية بتشوفوها بالمحاضرة هاي بتمروا عليها مرور يعني ما فيه داعة ركزوا عليها لأنه ما راح يجي شيء منها لأنه هي يعني تفسيرات لشو تنفسر القلق تمام؟ قلنا شدات والكروب الشدة قلنا هي كل شيء ستريس هو ما وسبب من أسباب القلق الشدة والكروب أو الستريس هي عموما هي بتعطي الشرارة لظهور الثراب النفسي اللي حسب الاستعداد الاستعداد اللي أنت عندك لمراض موضوع نفسي يعني مثل ما أن الشدة الشدة أو الستريس هي مثلا إذا أنت مؤهب يصير عندك اكتئاب رح يطلع عندك اكتئاب أو تفجر عندك الاكتئاب أنت مؤهب يصير عندك في صام عندك أرضية وتربي خصبة لفي صام رح يصير معك في صام عندك تربي خصبة يصير عندك قلق رح يطلع عندك موضوع قلق فقلنا الشدات الشدة هي بتفجر الاستعداد وليس هي سبب من أسباب الاضطرابات النفسي هي مسؤولة عن إظهار المرض النفسي أو بتقدح مثل ما أنا الزناد لا يظهر المرض النفسي وهي مسؤولة عن الشدة أو النكس أو الشدة مسؤولة عن الريلابس أو النكس يعني أنا أو الشخص صار عنده مرض نفسي أو الشخص له مرض نفسي شو الاحتمالية أن ينكس أو قيمة ممكن ينكس إذا تعرض لشدة أو تعرض لكرم فهي إذا تعرض لشدة وتعرض لكرم ممكن أن يرجع ينكس مرة ثانية أو ترجع تظهر عنده الأعراض المرضية مرة ثانية بعد ما كان مر بفترة من التحسن هاي مثل ما أنا معناته أهم أسباب الاضطرابات أهم أسباب القلق أنه مثل كل الاضطرابات النفسية وأنه القلق تركزوا أنه يضل في بالكم أنه القلق هو أبعد ما يكون عن الالتصاق بالوراسة أو العوامل الجينيتيك هي كتير بتكون هو بكون كتير بعيدة عنها هلأ إذا نستعرض لاضطرابات حسب الديسم فايف اضطرابات القلق أنه على رأس اضطرابات القلق هو الجي اي دي كمان نحن ركزنا ممكن أولنا في أول محاطرة أنه قلنا الأسماء الأمراض وخصوصي الاضطرابات باللغة الإنجليزية اللي أمر مهم جدا ممكن أنه يكون اختصار يعني ممكن أول السؤال هو كل ما يلي صحيح فيه اختصار جي اي دي ألا الجي اي دي إذا أنت ما بتعرف أو أنت ما بتعرفوا شو الجي اي دي أو ما ركزتوا على اللي شو هذا المصطلح أو شو هذا الاختصار فأكيد ما رح تعرفوا الجاوب هلا مثل ما عنا الجي اي دي هو اختصار لجنراليز انكزايتي دي سوردر يعني كابيتال لتر من الجنراليز انكزايتي دي سوردر فهو اضطراب القلق المعمم فهدول مثل ما عنا دي تركزوا على المصطلحات الإنجليزية أو أسماء الأمراض باللغة الإنجليزية وإذا ممكن يكون فيه اختصار مثل ما عنا الأو سي دي الأو سي دي مثلا الأو سي دي هو معروفه للسواس القهري اللي هو كمان نفس الشي اللي هو الأحرف الأولى من الاوبسسف كومبالسف ديسوردر فتجيني نقولكم كل ما يالي صحيح في الاضطراب الأو سي دي إذا أنت ما تعرف هذا الاختصار لشو أو شو الغاية شو هذا الأو سي دي اختصار لشو أو شو اسموه للمرض فمتل ما أنا أكيد ما رح تعرف أن تجاوبوا نفس الشي بالنسبة للجي اي دي أو ما يسمى الطراب القلق المعمم الطراب القلق المعمم القلق عموما الآن باعتبار رحلة الطرابات القلق رأينا هي بتشمل تقريبا سبع الطرابات القلق هو كتعريف هو قلق يعني شيعة بصير أو القلق مرتبط هو خوف القلق هو توتر القلق هو خوف بس بدون سبب أو اللي هو خوف لا يتناسب مع السبب يعني القلق اللي رح يضل في بالكم القلق والخوف هدول نفس الكلمة نفس موضوع الكلمة شو تعريف القلق؟ هو خوف مو مبرر هو خوف بدون أو لا يتناسب مع السبب أو هو خوف من شيء مو موجود أو من شيء غامض أو هو مثلا بقول لك أنا عندي قلق حول المستقبل يعني أنا شو دي صير مع أولادي شو بكرة مخبي شو بالمستقبل وضع كله ضبابي ووى إلى آخر فهو أنت عندك معناته خوف أو توتر أو توجس من شيء مو موجود مو ملموس يعني هو أني أنا عندي قلق من شيء أني بكرة إيج دي صير أو أني مثلا اللي وحدة بتبعث ابنه مثلا أو ببعث ابنه يشتري شيء فتأخر شوي فبصير عنده توتر بصير عنده خوف ليكون صلو شيء ليكون سيارة ضربته ليكون حدا خطفه ليكون أني تأثر مع حدا ليكون 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 وكله هذا أني مثل ما أنا هو هذا موضوع غير مبرر أو توجس أو توتر تمام اللي من دون ما يكون في شيء ممكن يكون من هذا على أرض الواقع فالقلق هو مثل ما أنا شعور أو خوف خوف أما لا ما له مبرر أو خوف ما بتناسب مع السبب مثل ما حكينا القلق بس أنه موضوع قلق هو خوف توتر معناته صار عندي رافقه برافقه أعراض لنشاط الجهاز الودي ونظير الودي يعني ودي ونظير الودي يعني صار هنا عنه صار فيه معناته رجفان بيئة موضوع نفس تعالى بتشوف واحد إيديه بيردي بتشوف اللي كأني شيكي بس على صدره بتشوف ألبع موضوع زيادة صار فيه تريمر أو صار فيه عنده موضوع رجفان فكل هاي الأعراض نجمة عن زيادة موضوع فيه نشاط الجهاز الودي ونظير الودي ممكن مثل ما بتعرف اللي عنده توتر أو قلق خصوصي قلق الامتحانات أو قلق المقابلة أو قلق هو بانتظر نتيجة ممكن هذه النتيجة تكون خاسمة بالنسبة لأله أو مصيرية بالنسبة لأله كمان اللي فرط اللي فرط نشاط الجهاز الودي ونظير الودي ممكن سير عنده الحاح بالبول أو عنده موضوع سير عنده اضطرابات ممكن يكون هضمية مثل احساس بالاقياء أو الغسيان أو اسهال أو إلى آخرين فبتشوفوا أنه معناته القلق يعني القلق هو خوف هو خوف بس خوف ماله مبرق أو أن هذا الخوف ما بتناسب مع السبب هذا موضوع الخوف والتوتر والتوجس طبعا اللي برافقه زيادة في نشاط الجهاز الودي بنظير الودي اللي الأعراض موضوع الجسدية اللي بترافق موضوع بترافق القلق هلا القلق ممكن يكون يا أخي اللي هو سمة أساسية بالشخص يعني هذا الشخص هو من يوم يومه اللي قلق من يوم يومه يا أخي هو دائما متوتر دائما خوفان دائما مرعوب دائما اللي دائما بحسب للأسوأ كل شغلة بياكل هم دائما عيت للهم وماشي موضوع ماشي فيه ممكن يكون هاي سمة سمة بشخصية أو سمة أساسية بالشخصية أو ممكن القلق يكون اللي مثل ما حكينا اللي برافق أكتر الأمراض النفسية يرافق قلق يعني ممكن شخص مثل ما عنده اكتياب يرافق قلق عنده فصام يرافق قلق عنده مثلا أي اضطراب موضوع نفسي تمام أو اليسواس القهري هو من اضطرابات القلق تمام أن يكون اللي القلق هو يرافق كثير من اضطرابات النفسية أو ممكن يكون القلق هو حالي عابرة أو حالي مؤقتة مثلا عنده فحص أو اللي قرب فحصه فهو صار متوتر أو قلق أو اضطراب نوم اضطراب شهيته اللي ما عبو قدر مثلا ماله مرتاح متوتر اللي ممكن عنده صار سرعة استثارة لأن امتحانات قرب هو ما محضر كويس أو حتى لو محضر هو قبل كل الامتحان ممكن يصير عنده هاي الأعراض اللي هو هذا القلق مترافق مع وجود إنجاز أو عنده إنجاز خلال الفترة القادمة فهو طبيعي أنه يتوتر وبعد الفحص بعد ما انتهى الفحص والأمور خلصت رجع موضوع لطبيعته فهون كان القلق عنده حالي مثل ما أنه حالي موضوع عابرة فمنشوف القلق اللي هو ممكن يكون معناته سمة أساسية بالشخص هذا الشخص من يوم يوم وهي طبعه في فحص ما في فحص الأمور مرتاحة ما مرتاحة في ما في نفس الشي هذا هذا شخص هي طبيعته أو ممكن يكون حالي عابرة عنده امتحان عنده إنجاز ممكن يصير عنده قلق أو اللي هو عنده مرض نفسي أمراض نفسية تانية ومثل ما أنها زيادة عنده اللي القلق مرافق أمراض نفسية اللي مثل ما يكون عنده اكتئاب وعنده قلق عنده فصام وعنده قلق عنده وصواس وعنده قلق عنده PTSD وعنده قلق وإلى آخرين أو اللي مثل ما حكينا اللي هو ممكن اللي عنده اضطراب قلق معزول مثل وعنده واحد من هدول اضطراب القلق اللي اللي حكينا هلأ القلق ميزت موضوع القلق وليش هو أكثر الأمراض النفسية الدشارة وليش اللي القلق بيشكل منذ وعنده ربعين بالمية من المرضى اللي يبراجع طباء الداخلية وطباء العيادة العامة اللي ممكن اللي عنده اضطراب نفسي أو القلق لأن القلق بيعطيك الأعراض الجسدية المترافقة مع اضطراب موضوع القلق هي ممكن يصيب كل يصيب كل أجهز الجسم أو كل أعضاء موضوع الجسم يصيب موضوع القلق فمثلا اللي بالشكايات موضوع الجسدية المترافقة مع القلق اللي الأشخاص اللي عنده قلق بصير عنده الجهاز قلبي الدوراني اللي بصير عنده تسرع بالقلب بتلاقي بقيس ضغطي لما هو متوتر وشيد وموضوع عنده موضوع قلق بقيس ضغطه بشوف اني ضغطه عيلي بقول أنا معي ضغط فبروح عن الدكتور القلبي قلبي عبد موضوع زياد بروح بساوي تخطيط بساوي إيكو ممكن يساوي موضوع قسطرة عنده ألم بناحية القلب اللي كون جتني جلطة على قلبي أو اني في معي موضوع جلطة فكمان بروح بستقصي موضوع من دكتور لدكتور فشايفين الاعراض مثلا اللي بتصيب الجهاز القلبي الدوراني اللي بتخلي موضوع الشخص هي عراض قلق بس بتخلي الشخص اللي وين يروح ما بروح عن دكتور نفسية بقول على عندي قلق وهي الاعراض لا جمهية من الاعراض الجسدية المترافقة مع القلق بروح براجع مثل ما الاختصاصات التانية الجهاز الهضمي بقول لك اني نشفان الفم مثل ما الوقيا اللي بصير عنده قيا أو بصير عنده اسهال أو صعوبة البلع أو ما يسمى متلازمة الكولون العصبي أو بولو هيل عليها EBS المتلازمة الهيوجي أو الكولون أنا تم في عندي شي عضوي كولون عصبي فهو يعزل الحال بموضوع النفسية أو حال لك موضوع النفسية اللي عم بتاوي لك هاي الابترابات مثل ما الابترابات الهضمية مثل ما عسر موضوع بالهضم أو النفخة كمان نفس الشي دي النفس بحس اني نفسي دي ما بقدر باخد موضوع النفس أو بصير عنده فرط تهوية بياخد وبيعطي نفس موضوع بسرعة كلها بتخليه راجع طباء مثل ما عنا صدرية ويساوي صورة صدر ويساوي اختبار وظائف موضوع الرياتين ويساوي وممكن مثل ما عنا يساوي استقصاءات موضوع تاني وهي كلها هاي لأعراض جميع للقلق الجهاز العصبي بساوي عنا صداع يعني بقى لك انا عبحس بروجي عبحس بدوخة وجع راسي ما عبعيفني عبحس حالي بقى على ارض عبق اللي احيانا ما بشوف في عيني او بحس مثل غباش ما بركز عبنس عبشر والله انا خرفت على بكير ايه كلها اعراض موضوع قلق اعراض موضوع القلق اللي بتصيب الجهاز العصبي بقى هون ومتل ما انه خود على فحوص وخود على تحاليل وبساوله طبقي محوري بساوله مرنان وهو كل من اللي بقول له انت عندك ناقص اكسج وانت عندك ضمور وانت عندك شقيقة وانت عندك يعني ممكن دوارد هليزي وكل واحد من الاطباء هاي عراض هي عراض موضوع قلق اللي بتصيب الجهاز موضوع العصبي الجهاز البولي عنده قلق بصير عنده الحاح بالبول ممكن طبعا القلق هو من اسباب العجز الجنسي الترتيب من الرابع هو من اسباب ان العجز الجنسي هي القلق يعني ضعف القدرة الجنسية البرودة سرعة موضوع القذف آلام موضوع الآلام الطمس أو الطرابات في الدورة الطمسية كلها من اسباب الحال النفسية أو موضوع القلق طب كمان موضوع جهاز الجهاز الهيكلي العضلي بقول لك أنا في عندي آلام في أعلى الكتفين آلام بالساقين آلام أسفل الزار كلها ممكن تكون هي أعراض من أعراض التوتر والقلق الجلد نفس الأمر ممكن اللي الحالي موضوع النفسية والقلق إذا الشخص ممكن يصير عنده شري أو حتى موضوع أكزيما أو إذا عنده مثلا بهاق أو صداف نشوف اللي ممكن اللي الحالي موضوع النفسية والقلق اللي يزداد موضوع هاي الاضطرابات الجلدية هلا بتشوفوا ليش أن اللي أخيانا ممكن يختلط على حتى موضوع الأطباء النفسيين اللي هذا مريض قلق ولا مريض اكتئاب أو لا يكون قلق واكتئاب نفس الوقت لأني ما قدرت أنا مميز عنده عراض قلق وعنده عراض اكتئاب أو عراض الاكتئاب والقلق قريبين لبعض لأن اللي بقول لك القلق بساوي الطراب الشهية وهي مثل وأن من أهم الأعراض اللي ممكن أشوفها مع مريض اللي عنده اكتئاب نشوف عنده شهيته أما زايدة أو أما ناقصة اللي كمان بيشوف عنده الاكتئاب ولك القلق عنده صهولة التعب ونقص الطاقة يعني اللي بتعب أو صعوب الدخول في النوم أو أن بصير عنده كوابيس أو أن أرق كمان هاي بتترافق مع الطراب الاكتئاب فبنشوف أحيانا بيجين مريض أو مثل ما أن العراض الجسدية اللي استعرض نها العراض موضوع الجسدية اللي استعرض ممكن أشوف ها في القلق وممكن أشوف ها في الاكتئاب لأن إذا بتذكروا عراض جسدية غير مفسرة يعني عراض جسدية غير مفسرة ممكن نشوف عنده قياء ممكن نشوف عنده إسهال ممكن نشوف عنده آلام بطنية تمام بس ما عمل أي لا طبعا تفسير عدوي فلذلك شايفين أن أنا ممكن يجين مريض قلق وما أقدر أميز أن هو عنده قلق ولا عنده اكتئاب جيب معه قلق فهذا أمر ممكن يختلط أو يلتبس لأن 60% بمرضى الاكتئاب بصير عنده قلق و60% بمرضى القلق بصير عنده اكتئاب طيب أنا شلون بدي أعرف قلق واكتئاب ولا اكتئاب شلون بقدر بميز بيناتهم من خلال موضوع القصة السريرية من خلال قصة السريرية بنقول نحن لدينا سؤال مفصلي سؤال موضوع مفصلي اللي بنقول له للمريض أول ما بتفيه من نوم اللي شلون بكون وضعك حكي لي على وضعك أول ما بتفيه من نوم فالمريض اللي عادة الاكتئاب بقولك أنا أسوأ شي بكون الصبح أو أنا ما بريد فيه أصلا أو لما بفيه بكون مزاجي كتير معكر كتير معكر وحزن وياهز لدرجة مثل ما أنا بتمنى ما أعفي أو بتمنى ما يطلع النهار أو ما يشوف في الصباح تمام وبتحسن هذا تدريجي بتحسن تدريجي مع تقدم تقدم اليوم يعني بكون أسوأ ما يكون هو صباحا وهذا بتحسن كلمة تقدم اليوم أو بتحسن لما بصير المساء بينما مريض موضوع القلق أو الانكزايتي بنقول له لما بتفيه أول ما بتفيه شون بكون وضعك بقول لك أنا وضعي تمام بفيه كويس مزاجي كويس وموري موضوع كويس كويس بعد ما بجي لي هاي الأعراض أو بجي بعدين بتصهر هاي موضوع الأعراض مع تقدم اليوم أو أنا بالوقت ما بفيه خايف فهاي اللي شلون بكون وضعك أول ما بتفيه من اللوم هي أمر ممكن يميز لي مثل أنها في تداخل اللي كبير بالأعراض بين مرضى القلق ومرضى الاكتئاب اللي ممكن هذا اللي السؤال شلون بكون وضعك أول ما بتفيه أول ما بتفيه بالنهار أو الاستيقاظ يعطيني شعور أني هذا المريض هو قلق أم اكتئاب هلأ مثل ما بتعرفوا اللي موضوع القلق اللي ممكن يكون محرد أو يفاقم يعني أنا مريض ضغط وعندي توتر أو عندي موضوع قلق فعندي قلق وعندي توتر وعندي سرعة استسارة فهذا رح يشو يساوي لي هذا رح يخلي مرضي الأصلي إذا أنا عندي مرض ارتفاع التوتر الشرياني رح يخلي مرضي موضوع أو أني رح تعرض لنوبات من ارتفاع التوتر الشرياني أو عندي احتشاء أو عندي سوافق زبحة صدرية وعندي توتر وعندي قلق دائما متوتر ودائما عندي قلق ودائما أدريناليل عندي يضير في السوف وعندي الأدريناليل كتير والنور الأدريناليل أكيد رح يفاقم هذا رح يفاقم مرضي نفس الشي مرضى السكري اللي بكون عنده التوتر وعنده موضوع قلق وزيادة موضوع في إفراز الأدريناليل رح يرفع لي موضوع السكر ولو أنا ملتزم بالحمية ولو أنا ملتزم بأدويت بس اللي سكري رح يكون غير على مرضي الأساسي فكمان مثل ما أنا اللي كثير من الأمراض مثل ما أنا من الأمراض العضوية اللي ممكن يكون هي القلق تكون يكون هاي الأمراض محرضة بالقلق أو مثل ما أنا رح تتفاقم في الأشخاص اللي عندهم اللي عندهم تمام فهذا أمر كمان اللي حبنا أخذه بعين الاعتبار أو لما بنسأل مرض القلق إذا عنده أي مرض من الأمراض المزمنة لأن مثل ما إذا ما ضبطنا القلق أو ما تحسن القلق أو أن هذي المريض فهو اللي ما رح نقدر نسيطر على مرضه الأساسي القلق شلو من دبره التدبير أو المناجمنت أو تريتمنت بالنسبة للطراب القلق المعمم أو الطراب القلق بشكل عام اللي مهم جدا وممكن أكيد يكون فيه أكتر من سؤال على تدبير تدبير القلق تدبير القلق هو بشكل عام تدبير القلق أو تدبير الفوبيا أو الرغابات تمام أو تدبير الطراب الهلع أو البنك اللي تقريبا كلهم بدخلوا بنفس خطوط التدبير التدبير في عنا أكتر من خط علاجي ممكن نحن نستخدمه في التدبير أولinder التدبير الدوائي أو العلاج الدوائي بعدين في عنا شيء اسمه العلاج النفس السلوك الداعي بعدين العلاج البي الاجتماعي العلاج الدوائي أكتر من الدواء أكثر من زمرة دوائية نلجأ لası مجال العلاج الدوائي أو شقة العلاج الدوائي في معالج اضطرابات القلق أول الخط الأول هو عندي البنزوديازبينات أو مشتقات البنزوديازبينات واللي هاي طبعاً منخاف من البنزوديازبيد يعني ممكن أني نحن نستخدم الديازبام أو نستخدم القلب رازولام أو نستخدم الكلونازبام أو نستخدم اللورازبام أو نستخدم الكلورديازوبوكسيد المهم موحد من مشتقات البنزوديازبينات وبتعرفوا أن البنزوديازبينات في إلكمون إدماني فأنا حتى اللي لو هي موضوع علاج هي طبعا اللي راح تكون من خطوط العلاج الدوائي بالنسبة للقلق بس بحاول ما أستعملها لفترة طويلة تمام اللي خوفا من حدوث الأداكت أو الأداكشن عند هدول المرضى مشتقات معنات البنزودياز ببينات أنا لازم أستخدم واحد مشتقات البنزودياز ببينات لفترة أصيرة وهي علاج عرض وما هي العلاج الأساسي لك شو العلاج الأساسي؟ العلاج الأساسي ومضادات الاكتئاب هي نفسها مضادات الاكتئاب والقلق تسمى اللي بنختار من الأدوية المضادات الاكتئاب والقلق بنختار اللي إلى تأثير أنا عندي قلق توتر توجس إسارة فأنا بدي أختار اللي مضادات الاكتئاب اللي تأثيرها هي مهدة وهي معروف منها أو منذكور مثل أميتربتالين هي مضادات الاكتئاب الحلقية أو سلاسية الحلقية السيرترالين من الاستساراي أو المرتزبين من أدوية الناسا أو ما يسمى بمضادات الاكتئاب الأزار أو الأخرى بل جاء بعنات البنزودياز بينات بالنسبة للخيار الدوائي ممكن أعطي واحد مضادات الاكتئاب كمان تأثير إلى التأثير بختار المضادات الاكتئاب اللي زاد تأثير المهدي وفي عندي الخيار موضوع الثالث هو استعاد المهديات الكبرى وأنها هي مي المقصود بالمهديات الكبرى هي مضادات الزوان الأنتي سايكوتيك نفسها بس بلازم تكون بجرعات قليلة شو الخط الرابع بالعلاج الدوائي أحيانا ممكن ألجأ لوصف حاصرات بيتها مثل البربرانولول أو الإيتونولول فيه لما بكون اللي مثل ما أنا القلق فيه أنه زيادة فيه نشاط الجهاز الودي ونظير الودي فيه عندي أعراض جسدية للقلق مثل مثلا والله تسرع بالقلب دي بالنفاس ارتفعته والتشر يعني الرجفان فممكن حاصرات بيتها لنزلي هاي الأعراض فمعناها عندي أربع خطوط في المجال لعلاج الدوائي البنزوديازبين مهدئة مضادات الاكتئاب حاصرات موضوع بيتها مهدئات موضوع كبرى فكل ما يلي صحيح إذا كان السؤال فيما يخص العلاج الدوائي إلى تدبير الطراب القلق القلق أو الطراب القلق بشكل عام اللي كل ما يلي صحيح هذا أربع خطوط صحيحة إذا نحن نجينا الخط حطينا خيار طبعا اللي حطينا خيار خطأ ممكن نقول اللي نستعمل فرضان نستعمل ممكن نحط دواء ما هو من الأدوية ما هو من المهدئات الكبرى أو نستعمل موضوع دواء ما غير موضوع حاصرات حاصرات بيتها ممكن استعمل مثلا نقول لكم الهيستاميد أو مضادات موضوع الهيستاميد تقولوا لي هو خيار صح ما هو صح فهو أكيد خيار مثل ما أنه ما هو من ضمن خياراتنا يعني مثل ما أنه هذا ممكن يكون سؤال أن العلاج الدوائي اللي في تدبير طرابات القلق ممكن نحط أربع خيارات ويكون صحيحة وخيار مثل ما أنه الخامس يكون خطأه وخارج هاي الخيارات اللي حكيناها هلأ طبعا القلق بتقلي شو العلاج النفسي الداعم والعلاج السلوكي بقلك القلق يعني معناته استرخاء عكسه لازم يكون استرخاء عكسه تطمين المريض عكسه دعم موضوع المريض أو توجيه المريض أو تشجيع المريض وشرح أسباب طبعا وأعراض أو ما يسمى بسيكو أدوكيشن أو نشرح اللي التسقيف النفسي للمريض فيما يخص أعراض الحالي المرضي اللي هو عب يشعر فيه عب يشعر فيه فالعلاج النفسي السلوكي أو العلاج النفسي الداعم تمام هو عكس التوتر وعكس موضوع القلق هو عيشه عنا هو الاسترخاء معناته فيه تمارين الاسترخاء ممكن اللي لعلموا للمريض التهدئة التطمين تشجيع موضوع المريض شرح أعراض المرض للمريض فيه طبعا القلق الناجم عن أسباب عضوية طبعا هاي لازم ننفيها قبل ما نقول إن القلق هو بسبب الحالي النفسية أو هو الطراب نفسي عنده المريض أو هاي الأعراض ناجمي عن قلق طبعا مثل ما حكينا لازم أنا أنفي إذا فيه شي عضوي فسر هاي الأعراض مثل فرط نشاط لغدة الدرقية أو يكون عنده هيبوغالسيميا أو نقص سكر الدم أو انسدال في الصمام التاجي أو يمكن يكون عنده باركنسون أو يكون عنده ورم القواتم أو انسدال في الصمام التاجي فضروري اللي أنا قبل ما أقول إن هذا القلق هو الطراب نفسي اللي لازم أنفي ليكون فيه عندي شي عضوي أي سؤال قبل ما نكمل بس دا نحكي عن الهلع وباقي المحاضرة طبعا تؤروها لأنه ما فينا نحكي المحاضرة كلها ياتا مثل ما حكينا هو المقرر كله يعني نركز على الشيء المهم بس كله مطلوب أي سؤال أو استفسار قبل ما نكمل عن البنك أو الطرابات الرهاب أو الهلع أي سؤال أو استفسار طيب إذا ما فيه أي سؤال راح نقول شو الهلع أو البنك أو الشخص جيته نوبة هلع الهلع هو نوبة قلق شديدة أو اللي القلق لما بيشتد فبوصل لهلع الهلع هو تعرف إنه الهلع بيجي نوبة الهلع بتجي بدون سبب واضح والهلع ما بيستمر أكثر من بمضع بقائق من دين لعشرين دقيقة والهلع هي مثل ما أنا شو هو الهلع هو حالي من القلق الشديد يعني قلق شديد بوصل للزروة لما بوصل للزروة بيدخل المريض في نوبة بنيك أو نوبة هلع هاي النوبة ممكن تكون بدون سبب إنه الشخص بيرك بيرك سهران أو بيرك طالع سيران أو بيرك عند حدا فجأة ولا بتجي هاي الأعراض ما بتستمر مثل ما أنا أكثر من البضع دقائق وهاي بتخلي موضوع الشخص يصير عنده اضطراب شديد وممكن تدعو اللي مثل ما أنا اللي هو هذا الشخص يكون بيرك مع الناس بيرك في بركة بيرك معي اللي ما بقدر يكمل فبتاين الشخص بغادر وبطلع لبرة وتقول دي يختنيه أو بده يموت فيه أعراض كتير للبنيك هي نفسه أعراض القلق يعني توتر خفقان ارتعاش خوف من الموت خوف من الجنور خوف من الجلطة شعور بغصة ألم بالصدر تشوش بالحس أني تشتت أو تبدد بالواقع تبدد بالشخصية تمام فيه أعراض كتير هي نفسه كله أعراض قلق هي مثل ما أنا نوبة قلق شديدة نوبة قلق هي الهلع ونوبة قلق شديدة قيمة بصير هذا الهلع بصير اضطراب لما الشخص بيجيه أكثر من ثلاث نوبات خلال مدة شهر يعني بشهر واحد اللي بيجيه أكثر من ثلاث نوبات من اللي حكينا عنه طبعاً اللي بيجيه نوبات الهلع بصير عنده تجنب أو خوف من تكرار النوبة دائماً بصير عنده توتر وقلق أنه إيه ما أنت تجيه النوبة اللي بعدها وبتجنب الأماكن أو بتجنب الأماكن أو المواقف اللي جتوا فيه هاي نوبة موضوع نوبة الهلع يعني بصير مثلاً إذا جتوا هاي نوبة الهلع هو بالأسنصيل فما بايس تجيه يطلع بالأسنصيل إذا جتوا نوبة الهلع هو موضوع بالبيت لوحده فبصير بتجنب اللي يضل في البيت موضوع لوحده إذا جتوا نوبة الهلع مثلاً هو فيه مثلاً في الجيمع ما بعود بقى بستجيه يروع الجيمع وخصوصي لما بكون اللي ما في حداً معه أو أو لآخري فحاب الشخص اللي بتجيه مثل ما أنه نوبة تهلع فبحاول بيجيه أني بصير غير قوف أني تتكرر عنده هاي النوبة اللي هو بصير بتجنب اللي الأماكن أو الأشخاص أو أو إلى آخرين اللي كانوا أو في المكان اللي صارت معه فيه هاي النوبة هلا هذا بالنسبة للطراب الهلع معناته الهلع شو البنك هو حالة أو حالة قلق أو الزعر هو حالة قلق شديدة هاي الحالة قلق شديدة بتجي من دون سبب واضح وهي حالة القلق عادة ما بتستمر أكتر من عدة دقائق وهي حالة موضوع القلق يتلوها خوف أني تتكرر النوبة أو اللي بصير عند الشخص تجنب لتجنب للحالة أو الأماكن أو الأشخاص اللي صار معه هاي اللي صارت فيه نوبة موضوع الهلع هلا الرهابات أو ما يسمى بالفوبيا مثل ما أنه الرهاب هون الرهاب بختلفها شوي عن الموضوع القلق الرهاب اللي شو الرهاب هو الرهاب من شي محدد واضح يعني شي محدد واضح يعني أنا بخاف من القطاط أنا بخاف مثلا بالحية أنا بخاف مثلا بالحشرات أنا بخاف من منظر الدم أنا بخاف بالمرتفعات أنا بخاف مثلا بالنزل على الأسوال المزدحمة أنا بخاف ألقي محاضرة أمام موضوع الطلاب أنا لما الأستاذ أو الدكتور بطالعني أو بحكي قدام زملائي بخاف وبتلبك وبتلعسم وما بعرف موضوع بحمر وجهي وما بعود بطلع معين كلام لأنني أنا بخاف الكلام أمام الجمهور أنا بخاف أنني أكل موضوع بمطعم لأنني أو بمكان عام لأنني الناس بتلبك لأنني بشوف أنني كل الناس عبتطلع علي أو أنني اللي عبتطلع عبتطلع بتشوف لي شلون ميسك السكين وشلون ميسك الشوكي أو شون عبا أقول فالخوف الرهاب هذا الرهاب هو خوف بالموقف محدد وواضح موقف طبعا حقيقي مثل وأن الرهاب إما الرهاب النوعي الرهاب مثلا مثلما رهاب المرتفعات رهاب الحقان رهاب موضوع الأطباء الأسنان رهاب الحيوانات أو الحشرات هذا الرهاب النوعي الرهاب الاجتماعي أنا بخاف الظهور أو اللي في الأماكن العامة أو اللي التكلم أو الظهور أمام الناس الرهاب الأجروفوبيا الرهاب الساح والرهاب الخوف الأماكن المفتوحة يعني أنا بخاف أنزل عسو في أيام الأعياد أو المناسبات بخاف أروح أصلي يوم الجمعة لأني في زحمي وبخاف يصلي موضوع شيء وما حدا يقدر ينقذني تمام أنا بخاف أطلع في وسائل النقل العامة في القطارات في الباصات موضوع لأني أنا بخاف يصلي شيء وما حدا ينقذني أو بخاف الأماكن المغلقة أنا زي السكر علي الباب ما بقدر بموت اللي بحس حالي رايح أختني فأنا بخاف اللي بالأماكن المغلقة أو بالأماكن المفتوحة فالرهاب هو مثل ما أنه هو خوف من شيء محدد وواضح تمام وهو شيء حقيقي وإلو مثل ما حكينا إلو هاي الأشكال اللي هي رهاب الساح أو الرهاب لماكن المفتوحة أو المغلقة أو الرهاب الاجتماعي أو الرهاب الاسبيسيفيك أو الرهاب النوعي طبعا بدي أنا بدي ديوريشن على الأقل ستة أشهر وطبعا هذا الرهاب راح يسوي بيبلي إما إحباط أو مشاكل في الأداء أو انخفاض في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهالي الرهاب مثلا مثل ما أنا رهاب الطيران رهاب الاندحانات رهاب مثلا لما بتنقطع الكهرباء مثلا أو اللي رهاب موضوع الظلام رهاب اللي الدم رهاب الحقان هاي كلها موضوع من الرهابات اللي معروفة أو الفوبيا اللي هي بتتميز متل ما أنها عن القلق أو عن الهلع اللي هو في عندك شيء واضح ومحدد وحقيقي اللي هو اللي عب سبب لي هاي المشاكل بضل عنا قلق الانفصال قلق الانفصال وخصوصي عند بنشوفه عند الأطفال لما يكونوا في سن المناسب لأن يروح على المدرسة أو على الحظانة فبتلاقي بتلاقي الطفل بتصير عنده حالي من الخوف الشديد أو الخوف المفرط في حال الانفصال عن البيت أو الانفصال عن أمه أو عن أبوه وهو برفض الزهاب للمدرسة أو برفض أن يطلع برنا البيت أو لما مقدم موضوع الرعاية أو أمه ده تغادر البيت أو ده تروح وبتعيفه في البيت بتلاقي بخرب الدنيا وبعيط وبضل بولوين لأنه هو بخاف أن يصر للأم أن يتروح ما ترجع أو هو يصر له شيء للأم أو شيء كارشي للأم ولما بتبعد عنه فهذا مثل ما قلق الانفصال بده طبعاً ديوريشن ستة أشهر عند البالغين وأربع سبيع أو شهر عند الأطفال والمراهقين أي سؤال في عنا ظل الهيستيريا والاضطراب التحويلي ثمان أمر مهم تقروا لحالكم ما أعتقد يكون فيه شيء يعني بس الشيء المهم نحن حكيناه وطبعاً مثل ما حكيناه أن كل شيء في الاضطراب التفارقي أو موجود يعني في اضطراب الهوية التفارقي أو تعدد الشخصيات هاي موجودة ضمن المحاضرة طبعاً مثل ما حكيناه كل شيء ضمن المحاضرة في أمس إلى آخر المحاضرة أو حالات سريرية رقزوا عليها ممكن يكون شيء مشابه يجيكم بالأسئلة لو أسئلة أميركية مثلاً بقول لك أنه شخص أو مريض رجعت قسم الإسعاف وعنده تسرع بالقلب عنده ضيقة بالنفس راح تقتني رجفان بالأطراف خوف من الموت اللي بعد مشكلة معجوزة أن المشكلة هي محرط هي فقط ما هي بالأسباب فهون شو التشخيص وإلاك ممكن يكون عنده نوبة هلع هاي نوبة هلع موضوع حادي أو أكيوت بنيك إبيسودس أو طبعاً مثل ما حكيناه أنا في كل إنه والاضطرابات لقلق أني أنا لازم أنفي الشيء العضوي فلازم أساوي فحص صريري لازم أساوي تخطيط قلب لازم لازم تحليل دموية قبل ما أقول أني هاي عنده عنده موضوع قلق يعني فيه أنه حالات سريرية بآخر المحاضرة رقزوا عليها كمان لأنه ممكن أن يكون حالات مشابهة تجي لو لأسئلة أميركية اللي ممكن يكون نقول عنا مريض أو مريضة عنده هاي الأعراض شو بدخل في التشخيص التفريقي أو كل ما يلي صح أو كل ما يلي خطأ ما عدا فممكن اللي يكون ضمن التشخيص التفريقي يجي يكون سواء الأميركي نشو التشخيص الأكثر احتمالاً نقول مثلاً هاي المريضة مثلاً نقول أني مع اكتئاب نقول مثلاً مع PTSD نقول مع اضطراب تحويلي نقول مع مثلاً نوبة هلعة الشديدة ايه تمام شو الخيار الصح ونوبة هلعة الشديدة ممكن يكون هذا من الأسئلة اللي يجي يكون حالات سريرية طبعاً صغيرة ما فيها التفصيل الكبير مثل ما تشوفوا بالمحاضرة وشو هو التشخيص الأنسب لهي الحالة فممكن أني تشوفوا هيك شي بالأسئلة الامتحانية أنا خلصت بالنسبة للمحاضرة محاضرة مهمة جداً بالنسبة ترابات القلق لأنه هي من أهم من الطرابات النفسية الممكن نشوفها في العيادات الخارجية لوحدات الأمراض النفسية أو بالنسبة أني بتشوفوا أني هذول المرضى موجودين بس بتشوفوها عند في عيادات الداخلية وعيادات الطب العام بكسرة لأنه هي من الأشياء على الطرابات النفسية هي الطرابات القلق أنا خلصت إذا عندكم أي سؤال أو استفسار أو مداخلة وإذا ما فيه أي شي ممكن ننهي ونتفق مثل ما حكينا بنسق مع آسيا على موعد خلال هاليومين إذا بنعطيكم المحاضرة الأخيرة بإذن الله مريم دا تحكي تفضلي مريم دكتور بس شنون بدنا نميز بين أنه الرهاب الاجتماعي اللي بيكون ضمن الحدود الطبيعية عن الشي المرضي أو شو الأشياء اللي بتكون طبيعية وشي بيكون مرضي اللي حكينا شو آمد المشعر أن هذا نورمل ولا مرضي اللي قلنا ما بكفي يكون عندك هاي الأعراض يعني أنا شخص عندي أعراض اكتئاب بس مثل ما قلنا هالأعراض كل أعراض الاكتئاب بس هذا الاكتئاب أو هاي الأعراض خلينا نقول ما عم بتساوي لي خلال ما عم بتساوي لي مشكلة في أدائي الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهني عندي أعراض مثلاً ديبرشان بس هذا شو منسميه اكتئاب ارتكاسي ما بقول اللي هذا ضمن الحدود الطبيعي أو ضمن الطبيعي لأني هو بالأخير ما سوا لي خلال بس أنا مثلاً عندي رهاب اجتماعي تمام هذا الرهاب الاجتماعي تمام صار يساوي لعب ساوي لي مشاكل لما أنا كل ما أومني الدكتور مثلاً اللي سأل سؤاله أومني أنا بتلبك وبتلعسم وما بأيطلع معي موضوع كلام والتعليقات موضوع السلبية من زملائي وبخجل وبحمر وجتي تمام وما أدر بحكي وما أدر بجاوب لدرجة أني فكر موضوع الدكاترة وفكره زملائي أني أنا ما لي دير شيء أو ما لي عرفاني أو ما فهمت أو أو إلى آخرين أو أنا مثلاً مثل ما أني عندي رهاب اجتماعي أنا إذا دخلت على مثلاً مطعم أو دخلت على محل عام ما بأقدر بأكل فيه ما بأقدر بأكل ضمن الموضوع مطعم بتلبك بكبكب على حالي أو ما بأقدر بأكل أو بأكل لأمي أو لأمتين وبعيف تمام فهذا فهذا أني صار مرضي لأني صار عبساوي لي خلل هذا أو مثلاً اللي عنده مثلاً الرهاب اجتماعي بتلاقي هو بالكتابي بجيب العلامة تامة بالشفاهي بتعرفي أني كل المادة مثلاً في إلى شفاهي وفي إلى موضوع مثلاً قسم كتابي بالشفاهي أنا بأخذ صفر ليش نتيجة الرهاب الاجتماعي اللي عندي يعني من يومين أجاني أجاني شخص بيشتغل هو شو مهنده هو تعلم الحلاقة أو هو موضوع حلاق هو عنده موضوع صار عنده صفات موضوع بشخصيته وعنده رهاب اجتماعي هذا الرهاب اللي بقولوله صار يقولوله الزباين أنت ليش ما بتحكي نعرف نحن يحلقين كله الموضوع حكواتيه وبياخده وبيعته مع الزباين ليش أنت عصامة ليش إذا واحد موضوع سألك سؤال رأسان بتتلبك وبتتلعسم وما بتعرف موضوع الجاوب عاني أنت حلاق لازم يكون اللي أنت أحسن من هيك أو أنت أنشط من هيك من ناحية الاجتماعية فشوفوا هون الرهاب الاجتماعي اللي عنده اللي هو سوى له خلال صار يساوي له خلال موضوع بمهده أو هو موضوع عبشتغل فيه فالاضطراب بين اللي هاي الصفات هي طبيعية إلا مرضية أو صارت للمرحلة المرضية هو الخلال اللي لازم تساويه يعني مثل ما أن الاضطراب النفسي حتى نسمي أو الطراب لازم غير بس يحقق الأعراض لازم يحقق المدة وشو كمان المهم الشرط المهم جدا فيه لازم يكون فيه فيه له أثر لازم يساوي له خلال يعني هذه الأعراض اللي عنده تمام لازم تساوي له خلال في أداءه الاجتماعي أو المهني أو الأكاديمي أو تحصيله موضوع الأكاديمي أو الوظيفي أو إلى آخره فهذا أمر مهم يعني مثلا تصوري أني واحد موظف وموظف مهم وهو فهمان بشغلته فهمان بأموره إذا ساوي اجتماع مثلا اجتماع مجلس إدارة أو اجتماع العاملين فرضا في المنشأة أو في المؤسسة أو في المشفى ساوي اجتماع يطلع موضوع أنه يجي يسأله المدير حكينا على شغلك أو حكينا شو اشتغلته هالشهر يطلع يتبلجم ما يعرف يحكي يطلع السام يصير مضحكة أو مصخرة من زمن ويطلع ويغادر موضوع الاجتماع وما يعرف حكي ولا كلمة معناته هذا هو من اجتماعي سواله خلل أو ساوي له خلل فهذا بتطلب اللي ما عاد شي طبيعي تمام فبالطلب اللي مداخلي أو اللي علاج علاج موضوع علاج عن طبيب نفسي أو علاج دوائي وعلاج سلوكي وعلاج مثل ما أنه داعب اللي صار يساوي له خلل أنا بعرف مهندسة مهندسة وهي تقائدة فريق بأحد المنظمات طبعا حاليا هون اللي عندها شو مشكلته هي لما بتكون مع زميلاتها يعني أو مع وحدة أو تنتين أو ما في مننا وقائد فريق ويا لطيف ويا ستار لما بتجمع الفريق كله مع بعضه وهي دا تقود الاجتماع وهي بالددير أو اللي بتجتمع مع الرؤساء بالعمل ما بتعرف تحكي ولا كلمة وهي مع اللي مهندسة وبتفري فريق وأدى ودل لما بتكون لحالة أو لما بتكون مع زميلة أو زميلتين إلا بس صارت الأمور كبرت واجتمع كل الفريق أو اجتمعوا بالمؤسسة آه تبلجمت سكتت ما بقيت تعرف تحكي صارت أني تلبكت أحمر وجه صارت التأتي تمام صار معناته هون مرض هذا ما عاد يعني شي طبيعي ما عاد نورمال صار سويلا خلال صار سويلا مشكلة فهو بهون حكما بدا علاج آه أي شي تاني أو سؤال أو استفسار بالنسبة لموضوع محضرتنا اليوم طيب دكتور لو سمحت تفضل آه لو سمحت في النسبة للعلاج السلوكي آه الطبيب المعالج بيقوم فيه أولا بيحاولوا على فريق مختص مثل اللي بيدرسوا آه علم نفس و يعني غير خصصتهم بشكل أصلي آه تمام لا تمام هلأ نحن آه مثل ما حكينا شوي على مجال الطب النفسي اللي الطب النفسي الاختصاص آه يعني آه هذا موضوع الاختصاص ما بقوم فيه آه الطبيب النفسي لوحده بالباب للمحراب الطبيب له مهام هو تشغيص وعلاج آه الفريق الموجود ضمن هذا الاختصاص هو بيحب مثل ما أنه ممكن يكون مثل ما أنه آه سايكولوجست أو معالج موضوع نفسي أو ممكن يكون رشاد نفسي أو داعم نفسي أو بي اس دابليو آه داعم نفسي آه داعمين نفسيين فهن بتولوا الشق الغير موضوع دوائي أو التداخلات نحن نسميها التداخلات النفسية الاجتماعية أو التداخلات الغير دوائية اللي آه بتاريما بكل مرض فعادة اللي اللي بتولى هاي المهمة هو الدعمين النفسيين أو الأرشاد النفسي أو المعالج موضوع النفسي اللي موجود ضمن ضمن الفريق بس هذا ضمن الشغل المؤسساتي أو المنظمات آه تمام ممكن نشوف هذا الشيء بس هلا مثلا تقول لي انت يا دكتور انت طبيب نفسي وانت ممارس وبعيادتك في عندك شو اسمه في عندي أنا مثلا بعيادتي أو طبيب بتلاقي بعيادته لو طبيب نفسي معه مرشد نفسي أو داعم نفسي بيشتغل معه بنفس العيادة وبحول له المرضى يعني ما في هذا الكلام فعادة اللي ممكن الطبيب اللي هو يقوم بهذا الدور يعني اللي مثلا يحكي له للمريض اللي طمله يعلمه شوي تمارين استرخاء تمارين موضوع الاسترخاء مثل ما أن التهدئة يسقفه من ناحية موضوع النفسية يحض على تنظيم حياته اليومية ممارسة موضوع الرياضة وإلى آخرين ممكن يقوم بهذه المهمة اللي الطبيب النفسي هو يسكر هذا الشاغل لأن مثلا ما في من ناحية الممارسة ضمن المنظمات أي تمام فيه فريق دعم نفسي كامل موجود وممكن أن يتولى هذا الأمر بس من الشغل الـ أو الشغل الخاص يعني الطبيب النفسي هو اللي بتولى موضوع هذا الأمر اللي بشرح بشكل طبعا مختبط أو سريع عن التداخلات موضوع الغير دوائي اللي ممكن أني لازم يقوم في المريض أو القائمة العريحة دكتور الخطة العلاجية الطبيبية اللي حطى ولا المعالج النفسي لا لا نحن نشوف كل شي بالنسبة تشخيص دياجنوزز تشخيص وتشخيص تفريقي وعلاج ودواء حكما طبيب حكما بس صار فيه أدوية فيه مراض فيه تشخيص مراض ما لعلاء لا المعالج ولا لعلاء المرشد النفسي هدول اختصاصهم بالأصل أو اللي هل دراستهم غير طبية يعني دراستهم تعرف الأرشاد النفسي ولا علم النفس سابقا ولا الأرشاد النفسي هو فرع من فروع التربية تمام ولا حتى المعالج النفسي هو بالأخير مو طبيب يعني نحلة عم نتعامل مع أمراض عم نتعامل ده نحط تشخيص تفريقي ده نحط تشخيص أكثر احتمالا ده نحط موضوع علاج دوائي في تداخلات وتأثيرات جانبية للأدوية في تداخلات دراك دراك انتراكشن في عندك أمراض عضوية لازم أنت تنفيها فهذا ما بقدر بقوم فيه غير موضوع الطبيب شو علم النفس ولا الفلسفة ولا الأرشاد ولا المعالج في موضوع الأمراض الطبية حكما اللي ديكون طبيب هاي الأمور محصورة بالطبيب قولا واحدا وأصلا الاختصاصات اللي حكينا عنه اللي ما بصير أصلا يمدوا يدهم على الدواء ولا بصير يحكوا موضوع في دواء ولا بصير يوصفوا دواء ولا ما عندهم صلاحية يكتبوا دواء ولا عندهم صلاحية يقولوا تشخيص تمام فهالأمور التشخيصية والتشخيص التفريقي والأمور العلاجية والأدوية ومتابعة المريض من ناحية الدوائية حكما بيد الطبيب حكما قولا واحدا هناك كل شي أن خارج دوائية أو التداخلات اسمها غير الدوائية ايه تمام هاي ممكن يشتغلوها مثل ما أن جماعة الأرشاد وجماعة علم النفس وجماعة المعالج ايه تمام كل شي غير دوائي كل شي دوائي لا حكما بيد الطبيب حياكم الله أهلا وسهلا تمام إذا ما في أي سؤال ثاني ومداخلة بننهي اليوم بإذن الله وعلى أمل ننسق لمحاضرة قريبة قادمة وتكون هي المحاضرة الأخيرة الشي اللي ذكرنا بالمحاضرة مهم جدا على طريقة الأسئلة يعني ممكن يكون اللي كل شي قلنا ممكن يكون هذا سؤال احتمال كبير يجي سؤال وهيك طريقة السؤال رقصه على المصطلحات الإنجليزية لأن ممكن مثل ما أنا تمام يعني أو إذا أنت ما عرفت هذا الاختصار مثل ما حكينا لشو ما رح تعرف شو تجاوب وشغلة مهمة الثانية اللي الحالات ممكن يكون عندنا حالات سريرية طبعا مقتضبة يعني الحالة خلال موضوع سطر أو سطرين للحالة ونقول شو ممكن يكون تشخيص هذا المريض أو تشخيص هاي المريضة نحط عدة تشخيص يعني نحط مثلا أربع أو خمس تشخيص نقول شو برأيكم هاي القصة أو هاي الأعراض شو هو التشخيص الأكثر احتمال أو شو تشخيص هاي المريضة اللي أو ما هو التشخيص الصحيح بالنسبة لهذا لها الأعراض فهي تحطوها في بالكم بالنسبة سواء كان محاضرة اليوم بشكل أساسي أو من المحاضرات السابقة يعني مثل مؤلمة ممكن نجيب حالة سريرية هي حالة أعراض تتماشى مثلا فرطا مع نوبة هواسية ونقول شو التشخيص شو التشخيص الأكثر احتمالا مثلا منقول أعراض لنوبة هواسية ونجي نقول لك هاي الطراب سناعي قطب رأسا بتروع الطراب سناعي القطب أو مثلا منقول لك هاي أعراض مثلا من ضمن الخيرات بتشوف نوبة هواسية حادية رأسا كان واحد بصيم تمام راح نجيب عليه من محترمة بس ممكن في شي راح يكون مشي اللي نحن ركزنا عليه أثناء الإعطاء أو في حالات سريرية ممكن إذا واحد موهك يعني بصيم بس موه اللي قارب من ناحية المقاربة ما راح يعرف يختار الإجابة الصح إذا كانت حالات سريرية تمام مشكورين الله شكرا لحسن استماعكم على أمل اللقائبكم سلام عليكم وعليكم السلام اشتركوا في القناة